طب مسلسلين الساني ما اكبرها ايه يعني واضح ان فيه فوقها بعد الكورونا كده بس انا اخر حاجة عملتها كانت فيلم محمد حسين مع الساد مع الساد محمد سعد وكنت فرحونة جدا بالتجربة ده انا بحبه جدا 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 وكنت نفسي همثل معاه من زمان وعايز اقولك كنت مستمتعة بالعمل معاه فده كان لسه قبل الكورونا بس دلوقتي دلوقتي فيه كذا حاجة المفروض ان انا يعني المفروض لسه ما فيش حاجة فعلية بس في حاجات انا مترشحة فيها مقدرش اقولك ان اي ماضيطها مترشحة فيها اتمنى ان هي تحصل في منهم حاجات مهمة انا نفسي عملها هل بقت مشاركتك مع محمد سعد يعني اشتغلته مع بعض في العروض اللي كان بيعملها في ام سي في السعودية لا في الاول كان في ام سي اه اعملنا صح انا وهو حسن الردادة ايوة وبعد كده عملته مع بعض محمد حسين وبعد كده عملته كمان في السعودية اه ايه بقى موضوع التوقامة الفنية اللي بقت بينك وبين محمد سعد عايز اقولك ان انا وانا بشتغل مع المسرح قلت له استاذ محمد انا نفسي اعمل معك حاجة يعني كنت فرحانة جدا جدا وانا بعمل مع المسرحية كانت هي مسرحية واحدة واتصورت ايه عرض واحد في العروض اللي كان بيعملها وقلتونا نحسن ان احنا هنتقابل قل لي هنتقابل يا ميه بعد يقول لي انت ممثلة لذيذة وحلوة وجميلة وان شاء الله حيكون لنا صيبة ان احنا نشتغل مع بعض كان شرف ليا طبعا ان هو يقول لي الكلام ده طبعا هو موقع فنية كبير جدا طبعا فعدت الايام واللي قيتو بيكلمني على فيلم محمد حسين كنت مبسوطة قوي قوي انه كلمني وكنت فرحانة وسعيدة وحسة ان انا يعني عارفة ان احنا هنعمل حاجة دماء خفيف كنت بسطة جدا وانزل محمد حسين ناس كتير كانت بتتكلم وعملنا الساقة صح وبعدها خلصنا الفيلم واتلعنا عملنا المسرحية في السعودية دي هل في فيه كلام انها تتعرض هنا برضو ولا لسه لغاية دلوقتي لا ما قاله الكيش طب محمد ساعد ناس كتير كانت بتقول عنه كلام في الكواليس ان هو متحكم وان هو ديكتاتور وان هو كذا وان هو كذا انت اشتغلت معا كتير بقى بص بجد مش بتكلم عليه عشان احنا قدام الشاشة او ان انا بقولك كده عشان انت حبيبي وصاحبي بس بتكلم من قلبي فعلا جدع جدا احنا عارفين بس الكمور بقى يسمع ابن بلد جدا كنت بتتحكي بالكواليس منه او في التصوير نهاري ده فيه مشهد والله العظيم مش عارفة امسك نفسي يا احمد مش عارفة يعني وطلعت في المشهد بتحكي بس هو الموقف كان مساعد ان انت تتحك سامس ازاي بس بش قادرة امسك نفسي بش عارفة والحاجات طبعا هو بيقول اكشن هو خلاص هو بتحول انا اللي ببعشة امسك نفسي خف الدم وصرع دديها ولزازة وكل حاجة